الغموض والالتباس والتعقيد تحيط بالمشهد السياسي في العراق وفيما تستمر لقاءات الكتل السياسية وقادتها الماراثونية خلف الكواليس بقي موضوع الإصلاح معلقا وعدم موضوع التغييرات الوزارية وعدم تصويت البرلمان عليها إلى صدارة المشهد فيما يبقى الانقسام والخلاف داخل مجلس النواب كبيرين كما يؤكد برلمانيون رغم ذلك تحدث رئيس مجلس النواب سليم الجفوري عن جاهزية البرلمان لانعقاد جلسته واستقبال التشكيل الوزارية بعد استئناف عمله من جديد هذا الاسبوع أما الشكوك حول عقد جلسة البرلمان هذا الاسبوع والتصويت على تشكيلة وزارية فلا تزال قائمة حيث أن النواب المعتصمين وعددهم نحو مئة يمثلون نحو ثلث أعضاء البرلمان وحسب نواب فإن المعتصمين قد يتحولون إلى كتلة معطلة داخل البرلمان لأن رفضهم الحضور يعني عدم اكتمال نصاب الجلسة وبذلك لا يمكن تمرير أي حكومة أو تشكيلة وزارية جديدة وفيما يستمر النزاع بين الكتل السياسي والنواب دون أي تحرك ملموس في اتجاه الإصلاح دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تظاهرة مليونية يوم الاثنين المقبل من أجل الضغط على مجلس النواب ليعقد جلساته ومن ثم يصوت على تشكيلة وزارية من التكنقراط حسب بيان للصدر قاسم حميد العربية اشتركوا في القناة